يرى كثيرون أن إن شاء لجان فنية لحل الخلافات الميدانية بين إربيل وبغداد خطوة عملية قد تسهم في تخفيف حدة التوتر بين العاصمة والإقليم لكن المشكلة السياسية وتبعات استفتاء الشهر الماضي تتطلب مقاربة سياسية واتفاقا على المرجعيات لإعادة الأمور إلى نصابها هل سينجح الأسلوب الذي ينتهجه حيدر لعبادي في احتواء الموقف؟ وما هي العقبات التي تهدد بقلب الطاولة على جهود التهديئة الحالية؟ وهل سيسهل خروج برازاني من المشهد عملية التطبيع بين إربيل وبغداد؟ انتهى اللقاء الذي جمع وفدي بغداد وأربيل العسكريين إلا أن الخلافات على بعض النقاط لم تنتهي بعد غير أن الاجتماع وبحسب رئيس أركان الجيش العراقي أحرز تقدما مقبولا اذ تم التوصل لتفاهم مشترك في بعض النقاط فيما يبقى القرار النهائي مرتبطا بالوفد الكردي في مواضيع أخرى طلب وفد أربيل وقتا للتشاور بشأنها مع قيادته لأعطاء القرار النهائي إذن بالإيجابية وصفت أجواء اللقاء فيما لم تتضح بعد النتائج النهائية لرد الإقليم حيث تسعى الحكومة المركزية ومن خلال هدنة العبادي لتمكين القوات الاتحادية من القيام بصلاحياتها وإعادة الانتشار على حدود ما يسمى بالخط الأزرق وهو الخط الفاصل عبر الدستور بين الإقليم والأراضي الاتحادية ويضم مدن السليمانية وحلبتشا ودهوك وأربيل وتمسك رئيس الأركان العراقي بعودة البشمرقة لحدود 2003 بينما توسعت السلطات الكردية من عام 2003 في محافظات كاركوك ونينوى وديالا وصلاح الدين أضف إلى هذه النقاط عدم التوصل لاتفاق بشأن ملف النفط والمنافذ الحدودية ناهيك عن التجارة الخارجية ما يجعل من الصعب التكهن بالجواب الكردي في ظل التسارع في تقدم القوات العراقية على الأرض تبعت لهذا الموضوع معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة الدكتور إياد العنبر دكتور إياد أهلا وسلام بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار نتحدث عن هذا الاجتماع الذي انتهى بين القوات العراقية وأيضا البشمرقة هذا اجتماع فني يبدو أنه أحرز تقدم لكن الخلافات ما زالت قائمة ما طبيعة هذه الخلافات برأيك؟ تحية لك أول المشاهدين الكرام يعني الخلافات لحد هذه اللحظة يبدو أنها يعني مثلما قدمت في تقرير مقدمة الأخبار بأنه على الخلاف حول المرجعيات في الأساس أنه لحد هذه اللحظة يبدو أن هناك إصرار من قبل قيادات الإقليم وتحديدا حكومة شخص السيد مسعود برزاني بالإصرار على أنه عدم إلغاء الاستفتاء ومن ثم هو لا يحتكم إلى الدستور بهذا الموضوع الاحتكام إلى الدستور بحد ذاته هو يفتقد إلى أنه الاتفاق من قبل الكرد تحديدا هم ينادون بالدستور وهم يخالفون الدستور حسب رؤية الحكومة الاتحادية بشأن الإصرار على قضية الاستفتاء ومن ثم عدم إلغائه يأتي المجال بأنه عدم الاعتراف بعلوية الدستور كحد فاصل بهذه القضية الجانب الثاني أن لحد الآن المواضيع مشوشة مثلا قضية إدارة الموارد إدارة الموارد لا تتعلق تحديدا بأنها مشكلة بخصوص منفذ حدودي أو تسليم مطارات هذه القضايا ممكن أن تحل ببساطة جدا أنه يكون هناك إدارة مشتركة ويمكن أن تكون وفق ما أكد عليه الدستور أن تكون إدارة مشتركة الخلاف الذي سوف يكون هو نقطة عدم الاتفاق أو محاولة عدم بقاء العزمة على ما هي عليه هي قضية إدارة الموارد النفطية لحد هذه اللحظة لم تبرز إلى السطح كيف رؤية بغداد لحل هذه المشكلة بغداد تحاول أن تصحح وضع ترتبى في عشر حزيران 2014 كل سعي بغداد بهذا الموضوع هو ترتيب الوضع وإعادة الوضع على ما هو عليه كردستان تحاول أنه الخروج ضمن هذه الأجواء بالمخافضة على المكاسب التي كانت لديها قبل 2003 ولكن دكتور إياد البعض يتساءل لماذا لا تكون هناك ربما مقاربة سياسية تتكي على المرجعيات كما تحدثت وركزت على خبراء فنيين تقنيين يعني يركزون في هذا الاجتماع على ربما نزع فتيل الخلافات الميدانية الموضوع بالدرجة الأساس أنه مشكلة السيد حيدر العبادي تحديدا أو مشكلة مع الكرد تحديدا أنه لا يريد العودة إلى مرة ثانية إلى الاتفاقات وعقد الصفقات يكون لها العلوية على الدستور هذه القضية الأساسية التي لحد الآن الكرد لا يوجدون منفذ من بغداد بغداد تصر حكومة السيد العبادي تصر على هذه القضية تحديدا إذا أردت أن نتفاوض فنتفاوض وفق ما يحدده الدستور من حقوق للإقليم وحق للسلطات الاتحادية هذه القضية لا تفتح مجالات أصلا أن تكون هناك اتفاقات سياسية كما كان يحدث في 2010 و2014 وحتى اتفاقات النفط التي حدثت بين وزير النفط السيد عادل عبد المهدي ووزير النفط أيضا الحالي هو السيد العابي باتفاق كحدث في 2016 تحديدا الآن الإصرار على تطبيق الدستور هو الذي لا يترك أي منفذ للإدارة الإقليم بأن تكون متوافقة مع بغداد ولكن ما مشكلة الإقليم في الانسحاب من المناطق التي كانت في عام 2003 لماذا لا تعود إلى الخط الأزرق؟ لا لا هذه مشكلة كبيرة بقضية إدارة الموارد مثل ما قلت لك قبل قليل أصلا أنه بعد 2014 تحديدا كان هناك منفذ جديد لتصدير النفط من قبل حقول النفط الموجودة في كاركوك هذا المنفذ أصبح أنه ممكن أعظم مواردات الإقليم بدرجة عالية جدا جميع التقارير التي أصدرها معحد الطاقة العراقي بأنه يتحدث عن 575 ألف برميل نفط يصدر من كاركوك هذه النقطة المهمة فمقابل في موازمة يقابل 225 ألف برميل يصدر فقط من حقول كردستان العودة بحد ذاتها بخسران هذه المناطق وهذه حقول النفط ممكن أن يفقد الإقليم موارد مالية كانت تدر عليها بدون محاسبة بغداد فإذن الخسارة جدا كبيرة بالنسبة للإقليم بالقبول بالعودة إلى 2014 2014 فما الحال فيه إذا كانت 2003 تحديدا التي كانت أنها مساحة قليلة جدا في ثلاث محافظات الآن أصبحت أربعة يبدو أن الإقليم لم يفقد فقط النفط فقد حتى اللحمة التي كان ربما عليها في السابق هناك انقسام داخل الإقليم كما تعلم ولكن نعود إلى حديث بغداد على أنه إذا لم تكن هناك أي نتيجة خلالها 24 ساعة فإن شيئا ثاني سيحدث ما السيناريوهات المطروحة برأيك إذا لم يحصل الطرفان على نتيجة ترضيهم ما السيناريوهات المتوقعة برأيك يعني حاليا بحسب خارطة الانتشار العسكري للقوات الاتحادية جيش وشرطة الاتحادية وقوات العراقية بكل صنوفها أنها لها الأسبقية بهذا الموضوع أنه ممكن أن الاتفاق على قضية أنه تمدد أكثر من هذه المناطق يعني ممكن أن يكون الخيار العسكري يستمر بالتوسع والسيطرة على منافذ الحدودية بالقوة مثلا بالقوة العسكرية أو السيطرة بالمطارات بهذا الاتجاه هذا السيناريو يعني وإن كان بعيد على اعتبار أن هناك رغبة أمريكية أو رسال أمريكية بأنه يجب أن يكون الخيار القوة غير مطروح أو يقف عند الحد الذي وصل إليه الآن الجانب الثاني أنه ممكن أن تتعاطى حكومة بغداد سياسيا بأن تقول لا يمكن أن نتفاوض مع الحكومة الحالية الموجودة في أربيل على اعتبار أنها غير شرعية ممكن أن تلجأ إلى هذا الخيار وتسحب البساط وتحدث أزمة انشقاق داخلي أو توسع أزمة الانشقاق الداخلي داخل كردستان وتقول أنه لا نتفاوض مع شخص لا يملك الشرعية وسيد مسعود برزاني وحتى حكومته الحالية ممكن أن تلجأ إلى هذا الخيار السياسي ويزيد تفكك الأحزاب السياسية الموجودة أصلا أو ممكن حال ثالث أنه تلجأ فعليا إلى طرح هذا الموضوع وبقوة بأنه تكون هناك إدارتين منفصلتين ومن ثم تتعامل مع الأكراد بصورة علنية على أن هناك إدارتين وليس إدارة واحدة في سعي منها لعزل حكومة السيد مسعود برزان نعم وكما تعلم غدا برلمان كردستان سيعقد جلسة ومن المتوقع أن يسحب صلاحيات مسعود برزاني على السلطات الثلاث إذا ما فعلا مسعود برزاني خرج من المشهد هل برأيك سيسهل هذا من عملية التطبيع بين أربيل وبغداد؟ إلى درجة كبيرة جدا على اعتبار أن المشكلة تحديدا هو وجود السيد مسعود برزاني وبإصراره وبخطبه النارية وحديثه في 2015 أن الحدود ترسم بالدم ومثل هكذا شخصية باعتبار حكومة بغداد تعتقد أن وجود مثل هكذا شخصية لا يمكن التفاوض معه في اتفاق جديد لعادة العلاقة بين الإقليم كردستان وبين حكومة بغداد ومن ثم خروجه بحد ذاته لأنه سعى إلى ترسيخ سلطته من خلال العلاقة المتأزمة مع بغداد لكن عمليا هناك مشكلة أساسية في كردستان وهي القطاعية السياسية الموجودة يعني النظام الذي موجود في أربيل هو نظام عائلة برزاني فألا أعتقد أنه ممكن أن يغير شيء إلا صوريا لكن يفتح فرصة كبيرة جدا إلى بغداد لفتح خطوط التواصل مع إدارة جديدة أيضا يتكرر نفس الشيء في السليمانية ومن ثم لا يمكن أن نعول عليه كثيرا إلا أنه يفتح بوابة جديدة للحوار ممكن أن ترتب أوضاع تفيد الكرد تحديدا تفيد الشعب الكردي تحديدا وتجعل بغداد بوضع تفضيلي للتفاوض ولكن مشهد السليمانية أربيل هذا الانقسام الحاصل ألا يزيد من الأمور تعقيد في إيجاد أي حلول بين الإقليم والمركز برأيك حزب الاتحاد الوطني أكد على قضية أساسية على أنه لم يكن هناك طرح عقلاني من قبل سيد مسعود برزاني ومن يتفق معه من جناح موجود بالاتحاد أنه هذا لم يكونوا منطقيين هم قادوا يحاولون أن يحملهم المسؤولية بأنهم قادوا كردستان إلى هذا المستوى من التأزم ومن ثم لم تكن هناك نتيجة موضوعية فيما بعد الاستفتاء هذا جانب الجانب الثاني حكومة أو إدارة السليمانية تحديدا تعتقد أنه لا يوجد هناك نقاط خلافية رئيسة إلا في مصدحة السيد مسعود برزاني شخصيا للبقاء بالسلطة ومن ثم هناك إرادات جديدة أو وجوه جديدة أو آراء جديدة داخل السليمانية تحاول أن تصحح المسار القديم الذي كان يعطي علوية أو يعطي نفوذ أقوى للاتحاد الديمقراطي بزعامة السيد مسعود برزاني بسبب أنه سيد جلال طالباني الله يرحمه رئيس الجمهورية السابق كان أنه أكثر ميالا لأنه توحيد الصف الكردستاني الآن لم يعد سيد جلال طالباني موجود والآن عليهم ترتيب الوضع الداخلي يعتقدون في السليمانية وأن يكون لهم حضور فاعل ومؤثر في صنع القرار في كردستان ومن ثم هذا الموضوع هو الذي يؤثر على العلاقة المضطربة ولا سيما بعد خسارة كل الأوراق التي كان يعني يتحدث بها سيد مسعود برزاني على أنه مدافع عن حقوق الكرد فهو أوصل الكرد إلى مرحلة شبه مأساوية وحصار غير مبرر بسبب إصراري على الاستفتاح أشكرك جزيلة شكرة الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة حدثتنا من بغدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر